أشورة يا جماعة يعلمنا اليقين تكوين هذا اليقين في القلب يعلمنا علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى نخرج من هذا الدرس من أشورة لو ما تطلع من أشورة إلا بهذا الدرس لكفاء خلنا يصور لك المشهد وخلونا يا جماعة نسمع كلام الله سبحانه وتعالى الله عز وجل ذكر هذه القصة في القرآن وذكر هذه الأحداث خلونا يا جماعة ندخل في وسط القصة ونتعلم كيف تكوين كيف تعزيز هذا اليقين في القلب يأمر الله موسى أن يخرج هو الثلة المؤمن اللي معه من بطش وتجبر فرعون حتى لا يبطش فيهم ثم حشد كل جيشه منه فرعون ولحق موسى وقومه الآن يا جماعة خلونا نتصور هذا الموقف وهذا المشهد الآن أنت يعني هارب من مشكلة هارب من ضغط وهموم ومشاكل عندك تجيك بتسكر بوجهك كل انت مر علينا هذا الموقف بتسكر الدنيا بوجهك خلاص ما أنت تحس بينكم نفسنا خلاص ما في شيء ما أقدر ما في حل أنت بينكم بين نفسك تحس هذا الإحساس تعالوا تصور أصحاب موسى وموسى عليه السلام فلما ترى الجمعان أصحاب موسى لما شاف فرعون قرب لهم ولم جوهم ووقفوا عند نقطة النهاية اللي هي البحر قدامهم وين يقرحون ما عندهم لاسفينة ولا ولا هم فرعون يركض خيله وجنوده خلاص يموتون قال أصحاب موسى إنا لمدركون الآن دب الخوف في قلوبهم ونطقوا يعني تخيل يا جماعة الإنسان لما تجيه الضيقة والكتمة ما يقدر لازم يسولف هذا اللي حصل مع أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون يا موسى تعال شوف الحل شوفوا يا جماعة الإيمان والقوة ترى حل مشكلتك وحلول همومك وغمومك لا سكت عليك الدنيا وكان قلبك وقلبك معلك بالله سبحانه وتعالى قال كلا شوفوا يا جماعة شوفوا تكوين الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى واللي يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى فلا تسأل عن تلك الهموم التي في رأسك ولا تسأل عن تلك المشاكل اللي حولك وحولك لا تنتهي بإذن الله كلا إن معي يا ربي سيهدين أصحاب موسى نظرون يا موسى البحر قدامنا وفرعون وراءنا خلاص سيهدين الله يهديك يا موسى فأوحى الله لما رأى في قلب موسى هذا اليقين وهذا الصدق وهذا الإيمان الراسخ فأوحينا إلى موسى أنضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه وأجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية هذه آية لنا يا جماعة كلنا شفتوا اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى كيف ينجي خرج موسى وخرج كوم ونجاهم الله أزوجه من بطس فرعون نخرج من يوم عشراء بتعزيز هذا الإيمان وتعزيز هذا اليقين بالله سبحانه وتعالى أن كل مشاكلك كل همومك كل مصائبة اللي انسكت عليك إذا علقت قلبك بالله سبحانه وتعالى وأيقنت وأحسنت الظن بالله أنا راح يفرج عنك راح يفرج عنك ترجمة نانسي قنقر